كيف كانت تجربتك مع علي الديك؟ بصراحة حضورك فنان أردني في برنامج غنائي في هذا المستوى على الزميل لقناة الجديد مع علي الديك هذا الشخصية الغنائية المثقف في الغناء الشعبي جدا يعني إحنا بصراحة بسطنا لما نشوف فنان أردني له حضور وأيضا كان لك حضور جميل يعني هي صراحة كانت تجربة لطيفة وخاصة عندما تعامل مع نجم مثل علي الديك شخص كثير محترم ومتواضع ومؤدب وبيعطيك شو تعمل يعني بيقول لك لا غني لي هاي أما قعدنا قبل التجيل بجوز ساعة غنينا أكتب نقول لك غني لي هاي بيقول لك أنا بدي اللون الأردن هذا ما تغنى عندي أيوة قال لك هذا ما تغنى بالبرنامج فغنيناها والحمد لله يعني لما نزدت صدب الأردن حتى الإزعات سحبوا الأوديو ونزدت الأغنية نزدت الإزعات سنو نزدوها يعني هو حلو لما يكون كمان فنان زي علي الديك شوف أديه بلبنان عندهم ثقافة إنه بديطلع أحلى ما عندك يعني هو مش غيران منك وخير تغطي عليه يعني بتعرف كيف في مرات بعض الحساسيات يعني لو اللي واحد يقرف إنه نجاح يعني النجاح الآخرين من نجاحه هو بتكون كل شي بيكون كل شي فير بالحي يا عزب مية بالمية موسيقى موسيقى